ام نهاد ام نهاد لو سمحت انا صادوش شايف تفضلي الله يخليك انا اخويا متوفي وانا ماليش ولد وانا راجل عيالي بناته متجاوزين وكان هو دا الحاجة اللي الحاكلية خمسة بسرق اللي بيسأل عليها وبي رأيني بيشوف همومي لو محتاجة حاجة مكنت يخليني محتاجة حاجة فانا حازين عليه حزن جالي غضروف فرقاتي وكتفي النمل بسببه ومسعارف اصبر يعني الصبر بالله يا رب صبرا مسعارف اصبر عليه عايز اعرف اصبر عليه ازاي دا حاجة كانت في حياتي كلها لا ليه ولد ولا راجل وليه اخوات سبريان قنسة وده الوحيد اللي فيه اللي كان عمره ما كفر بخطري مرة وكلهم متصبر بخطري دا اللي ما كفرس بخطري ابدا ولا مرة لو هو عيل ولا بكلية ولا متجاوز هم ما كفرس بخطري ابدا دايما جادر بخطري مسعارف اصبر يا رب صبرا مسعارف اصبر مسعارف اصبر حاضر حاضر يا منهاد اجاوبك الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عقباه احلى من العسل شوف يا منهاد لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي في القرآن الكريم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين شوف لما ربنا يقول لي سيدنا النبي واصبر وما صبرك الا بالله كان سيدنا النبي له عم الحمزة بن عبد المطلب وكان سيدنا النبي يحبوه حبا جمع لما قتل سيدنا الحمزة في غزوة احد سنة ثلاثة هجرية قال سيدنا النبي والله يا عما لأقتلن منهم سبعين رجلا بقتلهم اياك لشدة حب النبي لسيدنا الحمزة يؤم القرآن ينزل على النبي يقول له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله فالصبر يا أم نهاد له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر ربنا قبل نعمة قبل خير قبل عطية الحمد لله فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له انت بتقولي أنا مش عرف أصبر طيب أيهما أعز أخوك الذي مات وفارق الدنيا أم سيدنا رسول الله ما فيش مصاب للأمة الإسلامية أكبر من المصاب الأكبر في حبيبنا سيدنا رسول الله ليتنا جلسنا ليتنا رأينا ليتنا جلسنا بين يديه ليتنا نظرنا إلى وجه شريف ومع ذلك مات وفارق الدنيا لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أفضل طريقة للصبر وليمتلئ القلب بالصبر أن تتذكر المصاب الأكبر في رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما شوفي كده الأحزان في حياة سيدنا النبي تقولي أنت فقدت أخوك ربنا يرحم رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة سيدنا النبي لم يرى أباه ماتت أمه وهو عمره ست سنوات مات جده عبد المطلب وعمره ثمان سنوات ثم انتقلت كفلته إلى عمه أبي طالب ثم يموت عمه وتموت زوجته السيدة خديجة وشوفي بقى يموت من أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تموت زينب ورقية وأم كلثوم ويموت القاسم ويموت عبد الله ثم يرزق بإبراهيم ويتعلق فؤاد النبي به ويموت إبراهيم وتموت السيدة خديجة شوفي ستة من أولاد النبي يموتون في حياته ثلاثة من الذكر وثلاثة من الإناث ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون لو الإنسان وقت المصيبة قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها إلا عوضه الله خيرا من مصيبته فاصبري واحتسبي ولك الجنة لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اشتركوا في القناة